قبل ما نحرم على أولادنا حياتهم وكذلك نعلمهم لما يسألوا يستفتوا يسألوا يستفتوا مين؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا يبقى أول حاجة التدين الخانق تعالوا نشوف التدين التاني التدين العازل إيه التدين العازل ده؟ التدين بيجعل الإنسان ينعزل ويعيش في حياة ملها في مجتمع مغلق الصورة دي تكونت عند أولادنا ومبنية على فكرة إن التدين بيبعد ويعزل الإنسان عن الحقيقة هل بيخليه يعود في خلوة كده يتعبد ربنا يا ريت يا ريت بيخليه أزهد ده بيخليه يكتئب يعني عشان أكون متدين لازم أزهد في حاجات كتيرة وديت مش محل زهد يعني مثلا هل هو بيخليه يخرج على إنه زهد؟ لا يخرج على إن الحياة كريهة يعني مثلا لما هتتتين مش هيبعى مناسب لي أروح النادي أتعلم رياضة معينة فأسيب الرياضة وأسيب الرياضة وأنشغل إيه؟ وأنشغل بالصلاة بس فتتحول الصلاة إلى الشيء اللي بيحرمني الشيء اللي بيعزني ما فيش بقى نسدد ونقارب؟ لا ما فيش نسدد ونقارب هي رؤية أحدية وأننا نعزل وأعيش بقى في مجتمع مغلق مع إن الرياضة نفسها عبادة مش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لنفسك عليك حقه كمان ممكن التدين يخليني أبعد عن أصحابي اللي عندهم أخلاق بس مش متدينين ما هو لازم يبقى صديقي مانا لو تلكم هيعمل مجتمع مغلق صديقي لازم يبقى شبهي طيب لو هو مش شبهي يشبهني شوف التعبيرات تعبيرات مخيفة إيه اللي مش شبهك يشبهك لا إيه اللي مش شبهي يزدني معرفة ويزدني ماذا لو عنده أخلاق وكمان ممكن اعتزل أهلي أهلي اللي مش متدينين بمعيار فاهمي عن الدين وممكن كمان ممكن كمان تبقى حاجة لطيفة أغير تخصصي ده عشان أكون أكثر منفعة لا أترك تخصصي من العلم وأتفرغ بس للعلم الشرعي مش من باب الرغبة في تعلم العلم الشرعية لكن من باب الشعور بأن العلم غير الشرعي ده كأنه أنا آسف يعني في شيء من الدنو والحقارة عشان بتاع الدنيا يعني وده اللي خل كتير من أولادنا يحسوا أن التدين بيخلي الناس ضيقين الأفق وكل دي خرافات عن التدين حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا إن الدين حياة فإزاي يعزله نتعزل عن الحياة دي فلما جيت ثلاثة على باب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحدهم أما أنا فأصلي الليلة أبدا وقال الآخر أنا أصوم الضهر ولا أفطر وقال الثالث أنا أعتزل النساء فلا أتزوج فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن راغب عن سنتي فليس من من راغب عن فهم الدين حياة ليس من رسول الله ليس من عيش رسول الله ليس من حياتي رسول الله عشان كده لازم نعلم أولادنا أن الدين حياة وسعة وأن حضرة النبي علمنا أن الدنيا ملعونة ملعون من فيها إلا ذكر الله ومن ولا بس مش معلمنا أن حياة ملعونة في فرق كبير ما بين الدنيا وقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا جعل الدنيا غاية تكون ملعونة لكن لو جعل الدنيا وسيلة لا مش ملعونة دي نعمة من الله يبقى حتى الدنيا نعمة من الله لأن الورق ده نعمة والبق ده نعمة وكل ده شيء حتى الكاميرا نعمة حتى الكلام معاكم بالوسائل التواصل كل ده نعمة بس نعمة لما يكون إيه وسيلة لكن ما يتحولش إلى غاية اللهم لا تجعل الدنيا أكبر أهمنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا لأن الدنيا دي ما جاية ليه؟ عشان تستخدم صح فتكون إلى الجنة مصيرنا إزاي؟ تفضل وسيلة توصلنا إلى الله النوع السورة الثالثة من التدين بقى التدين المخدر بقى سورة التدين اللي بيكون فيها الناس تلجأ في أوقات الصعبة عشان يخليهم ما يحسوش بالوجع والخزلات لكن مش بيقدم لهم حلول لمشكلاته حياتهم وبيعلمهم يستحملوا وخلاص علشان الجنة مع أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ما أنزل الله ده أن إلا وأنزل له شفاء ففي الحقيقة التدين ده مش بيعلم الناس مش بيعلم الناس حقيقة الدين لكن بيعلمهم الخنوع الدين بيزكي الناس ويرقيهم ويخليهم يخرجوا أجمل ما فيهم إزاي يكونوا أقوية عندما يحققهم مراد الله فيهم المؤمن القوي خيروا وأحبوا إلى الله من المؤمن الضعيف ورسول الله سلم إذا قامت الساعة وفيها دي أحدكم فسيلة فليغرسها إذن الدين بيعلمنا السعي بأمل وبيعلمنا نغرس ونبني ونظل نسعى في الحياة لغاية ما نوصل للحال النوع الرابع من التدين صورة التدين بقى الصورة مشوهة من التدين التدين الطبقي بقى يعني على فكرة هتلاقي بعض الناس كده الصور دي كلها موجودة في التدين الكمي يعني الأولاد مثلا يحسوا إن الدين ده جايي لناس معينة وهما مش منهم يعني مثلا فيه ناس بتنسوا من طبقة الهاي كلاس مثلا إنهما بتقعوا دنيا وما لهمش علاقة بالدين وإن دين ربنا بيكلم ناس بأوصف معينة الأوصف دي مش متحققة في في الاي كلاس ولا في الاي كلاس لكن الدين ده جاي للعاملين والعاملين بايه بما يراه هو مش جاي للعالمين مع إن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يبقى الدين ده ايه نور ورحمة للكل بلا استثناء